أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعجع أن جميع الأفريقاء السياسيين اتفقون على أن تأخيراً تقنياً للانتخابات النيابية لا يشكل مشكلة محذراً في الوقت نفسه من تأجيل سياسي ومن عدم احترام المواعيد الدستورية للانتخابات معتبراً بأن هذا قد يؤدي إلى ضرب النظام اللبناني جعجع وفي حديث إلى الديلي ستار أكد أن التفاهم على قانون مختلط للانتخابات المقبلة بات ناضجاً مع قوى الرابع عشر من أذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة حول التقسيم الأنسب للدوائر الانتخابية وأكد عشية ذكرى الثامنة لأربع عشر أذار أن الخلافات داخلها لا علاقة لها بجوهر التحالف وتمنياً لو لم تتم إثارة كل تلك الضجة حول خلاف قوى أربع عشر أذار على القانون الأرثودوكسي